سياسة واشنطن في سوريا إلى جانب الوجود المحدود للقوات الأمريكية في البلاد التي ترزح تحت سيطرة روسية إيرانية بالتنسيق مع النظام في معظم أراضيها بات محط دراسة مراكز الأبحاث والمواقع المهتمة بالاستراتيجيات الأمريكية في الشرق الأوسط والعالم إهانة للقيم الغربية وتهديد للنفوذ الأمريكي في العالم وخطر وشيك على الأمن القومي الأمريكي هكذا يرى تقرير نشره موقع ناشونال انترست المتخصص في شؤون العسكرية والاستراتيجية بقاء بشار الأسد في السلطة يقول التقرير إن النظام الأسد بات رأس حربة في عيون أغلب الأعداء الجيوسياسيين لأمريكا وعلى رأسهم إيران وروسيا وحزب الله وآخرون ولهذا فإن التقارب معه وتمكين نظامه من إعادة فرض سيطرته القائمة على الإرهاب على كامل التراب السوري لا بد أن يقوي أعداء أمريكا ويوحده يعود التقرير إلى بداية الثورة السورية منتقداً الولايات المتحدة لعدم ردع النظام وحلفائه منذ البداية معتبراً أن أي محاولات لردعه اليوم ستكون أصعب في ظل تمتعه بحصانة منذ أحد عشر عاماً سمحت له بارتكاب جراء بحق السوريين يوجه تقرير ناشونال انترست سلسلة توصيات إلى صانع القرار الأمريكي عنوانها أن نظام الأسد استطاع جمع أعداء الولايات المتحدة ولمواجهتهم لابد على واشنطن دعم الشعب السوري لتحقيق الانتقال نحو الديمقراطية وإنهاء حكم الأسد الدكتاتوري وهو الحل الذي سيضمن مصالح الولايات المتحدة